الغامر الرئيس الصيني الشيجين في مراسم استقبال ترحيباً بالرئيس الجمهورية أوزبكستان الزائر شوكة ميرزيويف بعد دهر اليوم الجمعة مما صحة قاعد شعب الكوبرى بيبكين عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية النشيدين الوطنيين الصيني والأوزبكي وتم إطلاق 21 طلقة ترحيباً بالرئيس الأوزبكي واستعرض رئيسان حرس الشرف وبعد مراسم الاستقبال عقد الرئيسان محادثات حيث قال الشي إن العلاقات بين الصين وأوزبكستان حققت تقدماً كبيراً بفضل الجهود المشتركة وقام البلدان شراكة استراتيجية شاملة تتميز بالصدق والثقة المتبادلة والفوز المشترك وأجريات تعاون الوثيق في إطار بناء مبادرة الحزام والطريق ونفذا سلسلة من المشاريع التعاونية الكبيرة مما يعود بالنفع على شعبي البلدين وأضف أن على البلدين مواصلة دعم بعضهم البعض في القضايا ذات المصالح الجوهرية والمخاوف الرئيسية وذلك من أجل تعزيز التنمية والازدهار للبلدين وأكد رئيس شي على أن بلاده مستعدة للعمل مع أوزبكستان لإطلاق الطاقات الكامنة ودفع أوزبكستان لتحقيق تقدم جديد في تعاون بناء الحزام والطريق كما ترغب الصين في توسيع التعاون مع أوزبكستان في مجالات الطاقة الإنتاجية والاستثمار والمناطق الصناعية والبنية التحتية على أساس المساواة والتطوع والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك من جانبه قال شوقت ميرزيو ييف إن العالم كله معجب بالإنجازات الصينية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتمسك بلاده بحزم بسياسة صين واحدة وتدعم الصين لحماية مصالحها والمخاوف الرئيسية وتدعم موقف الصين في مكافحة القوى الثلاث واغتنم توسبكستان فرصة لبناء الحزام والطريق للقيام بتعميق التعاون والتبادل الثقافي وتعزيز التنسيق والتعاون في إطارات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة شانجهاي للتعاون وعقب المحادثات وقع رئيسان بيانا مشتركا بين الصين وأوزبكستان وشهدات توقيع وثائق التعاون الثنائي